بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة بيعتبر موضوع الاتجاهات من الموضوعات الرئيسية في علم النفس الاجتماعي اللي بيجد له مكان واسع في مجالات التطبيق العملي زي التربية والتعليم والصناعة والعمل والإعلام والتسويق ففي مدان العمل بيهمني قوي أن التجاهات العاملين تكون إيجابية ناحية الإدارة وناحية المنظمات اللي بيشتغلوا فيها وناحية عملهم لأنه ده بيضمن لي أن أحصل على الانتاجية اللي أنا عوزها أما بالنسبة للتسويق فدايما المصور بيبقى عاوز يكون المستهلكين لهم اتجاهات إيجابية ناحية المنتجات بتاعتهم لأن ده بيزود من احتمالية وفرصة شراء هذه المنتجات في البداية لازم أولا نتفق على إيه هو الاتجاه نقدر نعرف الاتجاه بأنه درجة الشعور الإيجابي أو السلبي المرتبط ببعض الموضوعات السيكولوجية طيب لو بصينا الأولا لثلاث حاجات بصينا بص لثلاث حاجات يعني إيه الموضوعات السيكولوجية؟ إيه هو الشعور الإيجابي؟ وإيه هو الشعور السلبي؟ وليحنا مستخدمين كلمة درجة؟ بتفيدوا إيه الدرجة دي؟ فدنا إيه في الدرجة دي؟ الحقيقة الموضوعات السيكولوجية هي أي قضية أو شخص أو مؤسسة أو موضوع أو فكرة وغير ذلك مما يختلف حوله الناس؟ يعني إيه؟ يعني زي ما بنقول ما فيش اتفاق يعني فيه اختلاف ممكن يكون فيه ناس تأيت وناس تعارض وعشان كده نقدر نقول إن الاتجاه دايما ما بيكونش ناحية لأحقائق السبتر مكرر إنما دايما بيكون تجاه ما يمكن أن يطلق عليه القضايا أو الموضوعات الجدلية فأنا بقدر أسم القضايا إلى مجموعتين ما يطلق عليه القضايا التقريرية وهي تلك القضايا العلمية التي لا تختلف فيها الأراء ولا تتعشر فيها الموضوعات يعني إيه؟ يعني الحكم عليها متفق عليه سواء صواب مطلق أو خطأ مطلق زي ما نقول الشمس تشرق من الشر هل حد يقدر يقول أعترض؟ لا الشمس تطلع من الغرب؟ لا في السنة أربع فصول في السنة أربع فصول محدش يقول لا أنا رأيي أنهم يكونوا تلاف وبالتالي هي قضايا علمية متفقة عليها محسوما النوع الثاني من القضايا اللي هي ما يطلق عليه القضايا الجدلية القضايا الجدلية هي اللي بتختلف فيها الأراء ووجهات النظر ممكن ناس تأيد وممكن ناس تعرض لو إحنا مثلا نقشنا عمل المرأة طرحنا عمل المرأة للبناشر هنلاقي أنه يعتبر الموضوعات الجدلية ممكن ناس تأيدوا وممكن ناس تعرضوا وبالتالي استجابات الأفراد نحو الأضايا الجدلية دي إما أنها تكون أنهم وافقين عليهم وافقة تامة أو قبول تام لها أو إما تكون معارضة تامة أو رفض تامة إما أن تكون هو بالمحايدة لا هو رافض ولا هو قبل هو بالنسبة له الموضوع لا يهمه ما لهش رأي في الموضوع ده لأنها قضايا لا تعنيه وإما أن تكون في درجات أيضا من الرفض وفي درجات من القبول وعشان كده استخدمنا في التعريف كلمة درجة فلو تصورنا هنا عندي في الرسمة ده في الخط ده هنلاقي أن نقطة المنتصف هي نقطة السفر دي هي نقطة المحايدة لا مأيد ولا معارض لو أنا مشيت في اتجاه اليمين يبقى أنا نمشي ناحية القبول في درجات للقبول لغاية ما بوصل للآخر خالص اللي هو القبول التامة ثم لو أنا مشيت ناحية اليسار يبقى أنا هنا نمشي في اتجاه الرفض وفي أيضا في درجات للرفض وآخرها الرفض التامة زي ما ملاحظين أن القبول بالموجب والرفض بالسلب طيب السؤال هنا المكونات الأساسية للاتجاهات إيه هي؟ نقدر نقول أن الاتجاهات لها تلات مكونات أو تلات جون الجانب المعرفي والجانب العاطفي والجانب السلوكي يعني إيه؟ الجانب المعرفي هو أنا يلفع لأن أنا أكون رأيه في حاجة أوافق عليها وأعترض عليها ما يكونش من غير ما يكون عندي معلومات عنها لا عشان كده لازم يكون عندي معرفة بيها ومعلومات عنها عنها ده أول جانب الجانب الثاني اللي هو المرتبط بالنحية العاطفية إنه نواحي العاطفية الوجدانية المتعلقة بالشئ ده هل الشئ ده اللاقة والقضية دي محبوبة بالنسبة لي ولا مكرمة؟ الجانب الثالث اللي هو الجانب السلوكي بناء على معلوماتي وعلى ناحية العاطفية عندي بيبقى أنا عندي استعدادات سلوكية معينة مرتبطة بالاتجاه مرور بخبرات فردية جزئية حوالين موضوع الاتجاه الخطوة الثانية إن الخبرات دي بتتكامل مع بعضها وتتحد في وحدة كلية الخطوة الثالثة إن هذه المجموعة من الخبرات الجزئية بتتميز وتنفرد عن غيرها من الخبرات وتظهر على شكل اتجاه عينه الخطوة الرابعة إن أنا هنا في الحالة دي يبقى عندي اتجاه عين بخصوص الموضوع ده يبقى أنا بعمم الاتجاه ده وتطبقه على كل المواقف والحالات الفردية اللي بتقابلني اللي متعلقة بموضوع هذا الاتجاه طيب لو جينا بالنسبة لأنواع الاتجاه أنا عندي خمس قصص ممكن أقسم بناء عليها الاتجاهات بالنسبة للأفراد فميز بين الاتجاهات الجماعية والفردية بالنسبة للوضوح بفرق بين الاتجاهات العلنية والسرية بالنسبة للشدة بفرق بين الاتجاهات القوية والضعيفة بالنسبة الهدف بفرق بين الاتجاهات المجابة والسليبة بالنسبة لموضوع بفرق بين الاتجاهات العامة والنوعية بالنسبة الاتجاهات الجماعية والفردية الاتجاهات المشتركة بين عدد كبير من الأفراد تقدر نطلق عليها اتجاه جماعي إنما لو كان الاتجاه ده بيميز فرض عن آخر يبقى ده اتجاه فردي بيخص هذا الفرض فقط تقسيمة الثانية بنفرق بين الاتجاهات العلنية والسرية اتجاه العلني اللي أنا بكل كده زي ما بنقول دون حرج أو تحافظ بقدر أقف وعلنه عن زي ما بنقول وسط الناس دون خفظ أما الاتجاه السري فلا أنا ما أقدرش عبر عنه وغالبا أنا ما بقدرش عبر عنه لأنه زي ما بيكون مش متفق مع معايير وأعراف المجموعة اللي أنا بنتمي إليه نيجي بالنسبة للاتجاهات الإيجابية والسلبية زي ما قلنا الاتجاهات الإيجابية اللي هي المجابة اللي هي القبول والتأييد الاتجاهات السلبية اللي هي بالسلب اللي هي الرفض والمعرض أما بالنسبة للاتجاهات العامة والنوعية الاتجاه ممكن يكون عام لو أنا مثلا عندي اتجاه بالتعصب يبقى أنا عندي متعصب ضده كل ما هو خلافي كل الأقليات المختلفة عني إنه ممكن يكون الاتجاه نوعي إنه هو بيكون التعصب ده منصب على فئة معينة أو جماعة معينة آخر تقسيم عندي الاتجاهات بفرق بين الاتجاهات القوية والضعيفة لو أنا كان رد فعلي حاد في موقف اجتماعي معين يبقى معنا كده ان اتجاهي قوي بخصوص هذا الموضوع والعكس صحيح لو كان رد فعلي ضعيف وسط الناس في الموقف ده يبقى أنا ده اتجاهي هنا بيكون اتجاه ضعيف طيب هل الاتجاهات قبلة للتغيير؟ آه الاتجاهات رغم أن أحيانا بعض الاتجاهات بتبقى صعبة تغييرها إنما هي زي ما بنقول ده مش معناه إنها غير قبلة للتغيير في نوعين من التغيير ممكن هنا يكونوا في الاتجاهات نوع الأول اللي هو بنسميه التغيير المضاد التغيير المضاد اللي هو التغيير اللي بياخد وجهة عكس الوجهة الأصلية للاتجاه يعني أنا هنا بتنقل من السلب للإيجاب من القبول للرفض أو من الرفض للقبول يبقى التغيير هنا منصب على وجهة أو ناحية الاتجاه زي إيه؟ زي ما الإدارة مثلا تلاقي إن اتجاهات العمال ناحيتها سلبية معادية لها تحاول تحل محل الاتجاهات السلبية دي اتجاهات إيجابية مؤيدة للإدارة ومعاها برضو هنا للشركات ممكن تحاول تغير اتجاهات المستهلكين لو كانت ناحية المركبة بتاعتها سلبية رفض ممكن تحاول إنها تسعى لتحولها إلى الاتجاه العكسي اللي هو إلى اتجاهات إيجابية أما التغنوع الثاني من التغيير اللي هو التغيير المساير التغيير المساير اللي ماشي مع الوجهة الأصلية للاتجاه يعني لو سلبي ماشي معاد سلبيته لو كان إيجابي ماشي في عاد إيجابيته لو كان سلبي بيخليه أكثر سلبية لو كان إيجابي بيخليه أكثر إيجابية بالتغيير هنا منصب على درجة وشدة الاتجاه يعني لو كانت اتجاهة العمال إيجابية نحية عملهم ونحية الإدارة يبقى أنا عاوز أحافظ على هذه الاتجاهات الإيجابية وزودها وقوي برضو لو كانت اتجاهة المستهلكين إيجابية نحية ماركة ما بيسعى المساوقين بتوع الماركة دي أن يحافظ على الاتجاهات الإيجابية دي وكمان يخليها أقوى زي ما بنقول لأن ده بيرفع من فرصة أنهم يشتروا هذه الماركة طيب آخر نقطة عاوزين نكلم عنها العلاقة بين الاتجاهات وسلوك المستهلك الحقيقة إن دراسة الاتجاهات وعلاقتها بسلوك المستهلك اهتم بها علماء التسويق والدراسة في المجال ده بتدينا عدة نتائج أول نتيجة إن في علاقة طرطية بين اتجاهات المستهلك وسلوك وسلوك الشرائية بمعنى إن كل ما كان اتجاهه إيجابي كل ما زادت فرصة أو ارتفعت فرصة شرائه للمنتج نقطة تانية إن أنا عندي رغم من الاتجاهات زي ما احنا لسا قيلين قبلها للتغيير إنما من الأفضل المنشأة تحاول من الأول تكون اتجاهات إيجابية تجاه منتجاتها من جانب المستهلكين المتوقعين لها عن إنها تسيب لهم يكونوا اتجاهات سلبية اعتمادة على إنها هتقدر تغير هذه الاتجاهات طيب الاتجاهات بتتكون يا إما نتيجة خبرتي أنا الخاصة يا إما نتيجة معلومات بتجيلي من الآخرين طبعا لو كنت أنا كونت الاتجاه أو رأي ده نتيجة خبرتي المباشرة بالسلعة والخدمة اللي أنا فعلا استخدمتها وما حاصلتش برضاية يبقى في الحالة دي هيبقى أصعب كتير من أنا غيرها من إن أنا كونت الاتجاه ده نتيجة معلومات من الآخرين نقطة الرابعة إن أنا بحاول إن أنا أحافظ طبعا على لو كانت اتجاهات المستهلك بتاعي إيجابية بحاول إن أنا أحافظ عليها من استخدام الجهود التسويقية المناسبة وكمان بحاول أعمل حاجة بنسميها عملية تحصين الاتجاهات يعني إيه تحصين الاتجاهات؟ يعني أنا في الحالة دي زي ما بنقول بشوف إيه ممكن نقطة الطعف اللي ممكن تأخذ علي من المنافسين وأنا اللي الأول بعترف بها وشوف إن أنا أؤدي المبرر الكافي له أخيرا أنا أنا ممكن هنا زي ما بنقول النتائج بتقولي دراسات بتقولي إن أنا ممكن أغير تجاهات المستهلكين نحن السلعة إن أنا أدي المستهلك عينة مجانية من سلعة هو ما بيستهلكاش لما يلاقيها قدامه وارد إن هو يستهلكها زي ما بنقوله وبالتالي ممكن هنا يكون هنا الاتجاه الإيجابي اللي أنا عاوزه ناحية المركب تاعتي مع ملحظة حاجة مهمة إن أنا لازم العينة دي تكون بنفس جودة المنتج الأصل اللي أنا حتبيعه بعد كده للمستهلكة ناحية المستهلك ناحية المشيخ